باب من الشرك النذر لغير الله من العلماء من يقول ان النذر لغير الله الشرك اكبر مخرج من المين لماذا لانه عندما نذر لهذا هو يعظمها الحنف بغير الله الاصل فيه شرق اصغر وقد يصل الى الاكبر لكن النذر يقول لشرككم احكام النذر واحكام اليمين متقاربة جدا ولهذا الفقراء رحمهم الله يقول كتاب الايمان والنذور لماذا لان الاحكام متقاربة فالتقارب جعلهم فيه كتاب واحد في باب واحد مفهوم اين لكن في الحكم لا الحنف بغير الله الاصل فيه شرق اصغر وقد يصل الى الاكبر اما النذر لغير الله شرق اكبر النذر لغير الله شرق اكبر ولا انعقد يعني لا وفاء ولا كفار بل فيه التوبة لابد يتوب لكن النذر اذا نذر لله لابد ان يفي او يكفر كفارة يمينه ولا تتلفظ بالنذر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لا تتلفظ بالنذر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير يعني ما يقدم الاكبر وانما يستخرج به من البخيم بعض الناس ما يجصد وعنده عجوز قريب على الموت يقول لله على ذو لو شاب الله هذا العجوز اذبح بقر تضرأ العجوز يقول ما لا اصنع اذبح بقر كيف كثير مفهوم نعم